بداية قبل أن نبدأ شيخ الكريم نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين في هذا ما حدث أمس بصراحة شيخنا احنا كل من نقول حرمة الدماء حرمة الدماء تظهر دماء ولا ندري يعني لماذا يستخف بعضنا بهذه الدماء إلا من رحم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد وفي البداية مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا نتقدم بخالص العزاء لكل الشعب المصري بصفة عامة ولأسر المتوفين ضحايا اليد الآثمة الغادرة التي لا ترعى وطنا ولا تراقب ربا ولا تعظم دينا إنما هي قلة آثمة غادرة خائنة تجرأت على حرمات الله عز وجل مع أن هؤلاء لا يغيب عنهم أبدا كثيرا مما نقول بل ربما فيهم من هو أفصح منا لسانا وأحسن منا بيانا لكن الله عز وجل طمس على قلوب هؤلاء فهؤلاء وأمثالهم لا يغيب عنهم أبدا أن حرمة دم امرئ المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة المشرفة ولا يغيب عن هؤلاء أبدا أن الله عز وجل توعد القاتلين القتل الذين يتجرأوا على الدم المسلم عمدا مع سبق الإصرار والترصد كما يظهر في كثير من الأحداث بقول الله تبارك وتعالى ومن يقت المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هؤلاء لا يغيب عنهم هذا أبدا ولا يغيب عنهم أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا فكيف إذا كان المقتول مصريا كيف إذا كان المقتول مسلما فنسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته وتعظم فيه حرماته ويحكم فيه بكتابه ويقام قصطاص العدل فيه بين خلقه وعباده فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلام آمين اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم فيها خيرا وإن لله وإن إليه راجعون وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس أنا في نفسي شيء شيخي الكريم يعني ناس بتموت وناس بتلعب يعني وحاجة كده سمك لبا طمرين دي فيه فيه صلطة يعني ناس الله العبين يا حبيب الجبرتي قديما عليه رحمة الله كان يقول وكان في مصر من العجائبين فنحن أمة جمعت المتناقضات إنه في نفس اللحظة في نفس المكان في نفس الزمان شيخي الكريم نعم للأسف الشديد نحن أمة جمعت المتناقضات وهكذا يكون عصر الفتن فإذا انقسم الناس وتشرزم الناس وسلبت من الناس عقولهم وغيبت مشاعرهم ونزعت إنسانيتهم وغيبت أيضا عقولهم لا ترى أكثر مما رأيت ولا أخذ من ما رأيت نسأ الله السلام والعافية قوم يموتون وتداس دماؤهم بالأحذية والنعال وقوم للأسف مغيبة عقولهم وغائبة إنسانيتهم يلعبون ليتبارون على هدف أو على ضربة جزاء أو على نقطة أو نقطتين والله المستعان نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ ديارنا وأن يحقن دماءنا ودماء المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أحفظ دماؤهم